السباح الخير وأتمنى تكونوا بخير وسعيدة لوجودي بينكم اليوم وأشارك في قمة الحكومات العالمي وأحكي عن قوة اللعب وأنا بعتبر أنه اللعب بعمل السحر في داخل الصفوف الدراسية فهي كالسحر في أيدي المعلمين في داخل الصفوف الدراسية فاليوم رح نحكي عن قوة اللعب إشي طبيعي أنه كل إنسان بيبدأ بيكون فيه إشي ملهم لإله وبكون نقطة انطلاقه لبدايته بشكل عام الأوضاع اللي بعيشوها الناس في أي مجتمع ممكن تأثر فيهم وممكن تأثر في تطورهم وفي احتياجاتهم الناس في أي مجتمع ممكن تعرضوا لظروف غير طبيعية غير اعتيادية ممكن تكون طبيعية كالزلازل والبراكين وممكن تكون غير طبيعية كالحروب أو الاحتلال الظروف الغير طبيعية بتساعد الناس أو بتجبرهم أو بتأدي إلى أنهم يطوروا أدواتهم ليحافظوا على بقاءهم على استمراريتهم نحن كفلسطينيين إلنا خصوصية كوننا بنعيش تحت احتلال إسرائيلي فالمعلمين الفلسطينيين بيطوروا من أدواتهم بيطوروا من إمكانياتهم من قدراتهم ليقدروا يعيشوا ويقدروا يعلموا في الظروف الصعبة والاستثنائية اللي بعيشها الطالب الفلسطيني والمعلم الفلسطيني فالوضع السياسي في منطقتنا هو اللي بفرض علينا أنه نطور من أدواتنا وإمكانياتنا فهو أكثر ملهم لكل معلم فلسطيني موجود بها الوطن طبعا أنا مثل بقية المعلمة الفلسطينيين بعيش نفس التجربة إحنا بنتضروا على مدارسنا ونتخطى حواجز ونجد طرق بديلة بنتضر عند أغلاق المدارس درسنا في بيوت المعلمين درسنا في الشوارع وفي الأزقة وفي الحارات الشيء الثاني الملهم لأيلي تجربة الشخصية فأنا انطلقت من قصة شخصية تعرض أبنائي لحادثة إطلاق رصاص من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في بداية الانتفاضة الثانية تعرض أبنائي لصدمة ودخل دخولنا كأسرة في أزمة كبيرة من أثار هذه الصدمة تدني تحصل دراسي كراهية المدرسة عنف ما بينهم عدم تركيز ومشاكل كثيرة فالطرر كأم معالجة مشاكل أبنائي في غياب أو لنقول أن المعلمين غير مدربين للتعامل مع آثار الصدمات أو الطلبة الذين يتعرضون لصدمات أو لأزمات والمدارس غير مؤهلة وليس لديها الإمكانيات فكأم استطاعت إخراج أولادي من هذه الأزمة بالألعاب عن طريق اللعب تدريجيا استطاعت إدماجهم بالمحيط بزملائهم بالمجتمع زيادة ثقتهم بأنفسهم والعودة إلى الدراسة إلى مقاعد الدراسة طبعا كيف قدرت أنه أنا أنجح بمنهجية نلعب ونتعلم رغم الظروف الصعبة ودى الرغم أنه عدم وجود إمكانيات من يقدر أن نقول ما فيه إمكانيات طبعا الحاجة الشخصية هي من القسط الشخصية وتعرض أبنائي لحادثات إطلاق الرصاص من قبل جنود الاحتلال كأم كان علي أنه أوجد الحل لبدائل وحلول لأخرج أولادي من أثار الصدمة طبعا الشيطان الإيمان اللي يملكه كل معلم سواء في فلسطين أو أي معلم في أي مكان في العالم أنا كمعلم فلسطيني وأؤمن دائما من حق أطفالنا العيش بحرية وبسلام من حق أطفالنا يعيشوا طفولتهم بفرح ومرح وأؤمن بأن الطفل من حقه أن يتعلم وهو مستمتع وهو فرح أنا لا أضمن ما يحدث خارج الصف خارج دران صف ولكن أضمن له داخل صفي تعلم مفرح وآمن وممتع هو يلعب له دور مشارك مكتشف هو قوي لا أستطيع أن أضمن له الأمان والسلام الموجود داخل الصف لا أضمنه خارج غرفة الصف فأنا أؤمن بدور المعلم كيف بإمكانية أن يحول الحياة الصعبة خارج دران صف إلى حياة ممتعة ومفرحة داخل غرفة الصف طبعا نحن كمعلمين لدينا مسؤولية اجتماعية تجاه مجتمعاتنا أؤمن دائما فأنا المعلمين هم من يحددون نوعية الأجيال التي يقدمونها للمجتمعات بمنظومة القيم التي نغرسها في سلوكيات طلبتنا فلن تحمل مسؤولية نوعية المجتمعات وشكلها نحن نشكل شخصيات طلبتنا نحن نحدد لهم الطريقة التي سيسلكونها ما بعد أنا اليوم أدرس الصف الثاني الأساسي ولكن نظري إلى مبعث 30 سنة كيف يكون شكل طلبتي سلوكياتهم في مجتمعهم أو أي مجتمع يعيشون فيه البعد الإنساني يجب المعلم الذي لديه إنسانية عالية لديه قدرة على الشعور بالآخرين لديه قدرة على أن يقدم للآخرين الكثير لديه قدرة على أن يستبدل مشاعر الغضب والعنف والكرهية التي تحدث خارج جدران الصف يستبدلها بمحبة وباحترام يستطيع أن يحول ما يحدث خارج جدران الصف يحوله أن يصبح دافع وحافظ للطلبة للتطور والتقدم يستطيع أن يؤثر فيه اتجاهات وتوجهات طلبته كل مكان إنساني كل محررهم من الخوف إذا شعرنا بداخلنا بخوف الخوف يتحول إلى كراهية والكرهية تدمرنا من الداخل وبالتالي ستدمر مجتمعاتنا فالمعلم الإنساني الذي لديه إنسانية عالية يحرط طلبته من الخوف ويحولهم إلى طلبة يتحلون بشجاعة عالية وقوة كافية ستطيعون مواجهة كافة التدحديات التي يمكن أن تواجههم في الحياة نقول أننا في داخل الصف الدراسية نظام حياة نحن نربي قبل أن نعلم قبل أن نقول المعرفة المبادئ الأساسية لنلعب ونتعلم أنا أقول دائماً في داخل صفي حياة نظام حياة متكامل من خلال الألعاب أو أعلم من خلال الألعاب مهارات أو أغرس من خلال الألعاب قيم وأخلاقيات في سلوكيات طلابي أنا كيف أريد شكل مجتمعي أن يكون فأحرص على غرس قيم وأخلاقيات أنا أريدها في سلوكيات الطلاب من خلال الألعاب الجماعية التي أصممها داخل غرفة الصف أعتمد العمل التعاوني والعمل كنظام فريق ليتعودوا أو ليعتادوا العمل بروح فريق وليس الفردية والأنانية والذاتية الاحترام لبعضهم البعض من خلال الألعاب يعني يكون لكل واحد فيهم دور التسامح بدل العنصرية المحبة والثقة ثقتهم بأنفسهم ثقتهم بزملائهم ثقتهم بالمعلمين شعاري والحد من العنف استخدمتنا لعبنا تعلم للحد من العنف نحن نعيش بأكثر مكان معقد في العالم العنف من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي يؤثر في سلوكيات طلابنا ويأتي إلى داخل الصفوف الدراسية يكون عائق هذه السلوكيات لنا كمعالمين من القيم بمهمتنا فاللعب كان الحل لإخراج هؤلاء الطلاب من حالة العنف خارج المدارس ودخولهم في حالة من المتعة والفرح والتعلم بطريقة جديدة هو مكتشف للمعرفة هو متأمل في المعرفة هو مختبر للمعرفة الجديدة له دور هو مهم هو محترم هو مرموب فيه له قوي يركز على إبداع على قوة الطالب أركز على مواهب الطالب إبراز مواهبه وقدم له المعرفة حسب احتياجاته من خلال الألعاب التي أغرس فيها سلوكيات أنا أريدها ومجتمع يريدها والعالم يريدها طبعا أغرس فيهم الأمل رغم كل ما يحدث خارج جدران الصف العنف الذي يحدث خارج جدران الصف ولكن أحول هذا العنف كدافع وحافظ وأمل للتغيير أن المستقبل سيكون أفضل غدا سيكون أفضل أدواتي ووسائلي كلها بسيطة من البيئة إعادة التدوير أركز على حسب الصور التي تشاهدونها أرى الفرح والمتعة في وجوه طلابي مسؤوليتي كمعلم أن أحمي هذا الفرح أن أحمي هذه الإبتسامات أن أحمي هذه الطفولة أن أحمي أحلامهم لديهم أحلام صغيرة مسؤوليتي أن أساعد الأحلام لكي تكبر وتنمو وتصبح أحلام كبيرة بخلال العمل التعاوني المجموعات تعلمهم كيف يتقبلون بعضهم البعض كيف يحترمون بعضهم البعض وأدوات بسيطة جدا ومن البيئة وغير مكلفة نهائيا نستطيع توظيف نلعب ونتعلم في سياقات أخرى مثلا دول إحتياجات الخاصة اللاجئين أو أي طالب أو أي طفل ممكن يتعرض لظروف استثنائية أو ظروف خاصة فأدواتي بسيطة متوفرة من البيئة أستخدم إعادة التدوير مثلا سأعطي بعض الأمثلة مسرح الدمى العرأس والدمى لدي من منشر للغسيل الكرسي المتميز من حاوية النفايات مكتبتي من حاوية النفايات جدتها وأصبحت مكتبة رائعة أطباق البيض وعجلات السيارات أستخدمها كألعاب جماعية وفردية أصمم ألعاب لتلامس احتياجات الطلبة لأنه أركز على قوة الطالب وأبرز قوته ومظاهر قوته وإبداعاته ومواهبه فالطالب تزيد ثقته بنفسه تبرز شخصيته تختفي مظاهر الخجل لديه الخوف من الخطأ حتى يختفي الممتعة جدا هي وسهلة هو يلعب ويتعلم في نفس الوقت هو مستمتع ولكنه يتعلم هو يدرس ولكن بطريقة مختلفة أعمل على بيئة جاذبة بيئة صفية جاذبة لكي يوفر السلام والأمان داخل صفي عليه إيجاد بيئة آمنة وجاذبة يتوفر فيها سلام صفي تتوفر فيها الأدوات التي تجذب انتباه الطلبة وتحقق لها أهدافي هدف الأساسي غرس منظومة قيم وأخلاقيات في سلوكيات طلابي ثم نقل المعرفة اليوم المعرفة بمتناول أيدي أطفالنا وطلابنا فالمعلم دوره ليس دور الوحيد المصدر المعلومة ليس المعلم اليوم الطالب هو مشارك في المعلومة هو مختبر لها يختبرها يكتشفها يوظفها يتأمل فيها فاللعب يحقق له هذه الأهداف جميعها طبعا يمكن تطبيق منهجية نلعب ونتعلم ونشرها لسهولتها وبساطتها في المناطق الغنية البلدان الغنية التي توفر لديها الإمكانيات يمكن تطبيقها لديهم قدرات وتكنولوجيا متطورة يستخدمونها ويطبقونها والمناطق الفقيرة أيضا تستطيع تطبيقها لسهولة الأدوات وبساطتها قلت لكم أني أعمل على إعادة التدوير من البيئة أو من خامات بسيطة من حولي من ألعاب أولاد الجيران وألعاب أولاد أقاربي والعلم الهدايا ما برمي إشي كله بعيد تدويره بعمل منه ألعاب جديدة ووظفها لخدمة الطلابي ولكن لتطبيقها تحتاج إلى قناعة فيها تحتاج إلى إرادة توحيد رؤى سياسية ومجتمعية مع مناهج للإيمان بهذه المنهجية تدريب المعلمين عليها بسهولة شديدة ولكن تحتاج إلى قناعة بهذه المنهجية أنا أقول دائما أن المعلم هو كل شيء في الصف هو معلم ومرشد نفسي وهو ممثل وهو ممكن يكون مهرج له أدوار كثيرة المهم كيفية توصيل المعلومة للطالب المهم أن يلامس احتياجات طلابه المهم أن تصل المعلومة لكل طالب موجود في صفه قمة الاستمتاع في هذه الصورة والاندماج في هذه الصورة أنتقل من شخصية إلى شخصية وأحافظ على اندماج الطالب معي بنقله أو عزله عن ما يحدث خارج الصف وإدخاله في حالة جديدة ينسى كليا كل ما يحدث خارج جدران الصف ويدخل حالة جديدة داخل هذا الصف طبعا دهما مكو المعلمون مهمون نحن من بأيدينا تحديد نوعية المجتمعات التي نعيش فيها أو أي مجتمع ممكن الطالب يعيش فيه نحن اللي بنملك التغيير وأي سياسة تربوية بتتخطى المعلمين ستفشل أي سياسة تربوية بتجيب مناهج أحدث أنواع أحدث المناهج أكثر البيئات المدرسية تطورا وتقدما إذا تخطط المعلمين فهي ستفشل السياسة التربوية الناجحة تبدأ بالمعلم كرامة المعلم احترام المعلم هيبة المعلم أن يعيش بحياة كريمة أن لا يحتاج الآخرين هذه في البداية تدريب المعلم تأهيل المعلم قبل السمح له بدخول صفوف دراسية يجب أن يتلقى تدريب كافي قبل أن يدخل صفوف دراسية ويقدم المعرفة للطلاب يكون على وعي بخصائص الطلاب الذي يقدم لهم المعرفة يجب الاهتمام بالمعلمين المتميزين منهجية اكتشافهم منهجية واضحة ومحددة لماذا لا يكون هناك نادي للمتميزين في العالم يجمع المتميزين يجمع الإبداعات والابتكارات في التعليم كيف نحثهم نزيد دافعيتهم ليتقدموا كيف يكون في تحفيز لإلهم ليطوروا من أنفسهم ما بتوقف التعليم ما بتوقف التطوير دائما نحن نظل نتطور وندرس ونتعلم فكيف نحافظ على تحفيز المعلم بشكل دائم ليطور بنفسه تجارب ناجحة كيف ممكن نوصلها ونعممها ليستفيدوا منها المعلمين وبالتالي الطلبة الصورة اللي بعتز فيها تجارز متر هون دور الحكومات بالاهتمام بالمعلمين ككل والمعلمين المتميزين كحافز لبقية المعلمين للتغيير أنا بقول للحكومات لمسنين السياسات التربوية للمعلمين للجميع أنا الأوان للتغيير أنا الأوان أن نأخذ قرار أن نغير من سياساتنا من طريق التعامل مع المعلمين مع طريق التعامل مع المناهج مع طريق التعامل مع المدارس مع طلاب آن الأوان لإحداث التغيير منهجية نلعب ونتعلم تصلح للتطبيق من الصف الأول الأساسي حتى الجامعة تتطور وترتقي حسب الصف ولكن هنا بهذه الصورة أقول قيل لي أن أحلامي لا يمكن أن تتحقق إلا في عالم من الخيال أو في ديزني أو في هوليوود ممكن تتطبق أو تتحقق ولكن هذه الصورة تثبت أن الأحلام قابلة للتحقق إذا توفرت لديك الإرادة والتصميم هذه الصورة كل يوم شاهدها طلبتي ولأقول لهم اليوم لديك حلم تبدأ أن يكبر هذا الحلم تدريجيا ولكن يجب أن يكون لديك حلم وتسعى لتحقيق لأن الأحلام قابلة للتحقق وهذه الصورة دليل كل الاحترام لسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وكل الاحترام لسيد ساني فاركي له صاحب فكرة أفضل معلم في العالم القائد على المعلمين أهمية المعلمين في العالم ودورهم في بناء المجتمعات فكرة رائعة جدا نتمنى أن يحظوا حذوهو الكثيرون كل الشكل الداعمي للمعلمين في كل أماكن في العالم نلعب ونتعلم تصلح من الروضة حتى نحن الكبار نلعب ونستمتع باللعب اليوم إحنا لو أنا معي ألعاب كان سمنت نشاط ولعبنا كلنا مع بعض شكراً لإلكم شكراً حنان فعلاً استمتعنا بهذه الجلسة حنان شو أكثر قصة مريتي فيها اللي وايد أثرت فيتش حقيقةً في قصة مؤثرة جداً مرت معي طفل كان في مدرسة ثاني صف أول أساسي وأجع على المدرسة وكان في تقريره مكتوب أنه يلقب بالمدرسة السابقة بالمجرم الصغير وأنا صعقت منهول أنه يتسمى طفل أو يطلق لقب على طفل أنه مجرم فكيف أنه الطفل يأثر فيه هذا اللقب كان أكثر من ست حالات عنف مؤذي في اليوم تحول من خلال الألعاب إلى خمسة أربعة إلى ولا حالة عنف في اليوم أصبح قمة في الأخلاق وقمة سلوك يحتذى سلوك يحتذى من قبل ونموذج يحتذى من قبل الجميع فقط بالألعاب فقط يريد أن يلعب فقط يريد أن يشارك زملائه في الألعاب يريد أن يفوز يحقق الفوز لزملائه فقط بهذه الألعاب هذا الطفل تحول من 180 درجة من طالب غير مقبول نهائياً لا من أولياء الأمور ولا الزملاء ولا المدرسة إلى طالب قمة في الأخلاق ونموذج يحتذى به شكراً شكراً شكراً